السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم مولة الدار فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين اكتبوها في تعليق واضغطوا على زر الإعجاب لأعرض كم واحد صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله تعالى حينما نعمل عملا أن نبدأ باسم الله لأن هذا العمل يحتاج إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فإذا أردت علما فاستنجد بالعليم وإذا أردت عزة فاستنجد بالعزيز سبحان الله وتعالى وإذا أردت عملا يشمل صفات متعددة فقل باسم الله فهي الجامعة لكل صفات الكمال فبعد الكثير من الدراسات وصل العلماء والفقهاء إلى أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يكمل في ثلاث أسماء الله الرحمن الرحيم الحي القيوم وإسم الجلالة الله وإسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء وذلك لثبوته في أغلب الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الإسم الأعظم وإسم الله الأعظم هو الله وقد ذكر في القرآن العظيم في 2360 موضع وإسم الجلالة الله إسم جامع لكل صفات الكمال فإذا أردت شيئا فاطل من الله العظيم وناجي بإسمه الأعظم في السجود فتكون بذلك جمعت بين إسم الله الأعظم وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو وساجد من أسهل المواضع التي ذكر فيها إسم الله الأعظم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد فإذا تأملت لوجدت أن هذه الصفة وجدت في صورة الإخلاص التي كلنا نحفظها رددها قبل دعائك واطلب من الله ما تريد قل اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ثم أدعو الله كما تريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر